السلام عليكم أهلا بكم في فيديو جديد أتمنى تكونوا بألف صير وإنتوا بتشوفوا الفيديو المميز اللي حنشوفه مع بعض النهاردة واللي هنعرض لكم من شلاله مجنوعة متميزة وهو جديدة من أحدث الأدوات المنزلية والأفكار والمنظمات والإفتراعات والأجهزة الزكية جدا اللي بتساعدك أن ينتق نظامي وترتبي بيتك بكل سهولة وده غير طبعا أدوات التنزيز اللي استخدامها بيبقى سهل جدا واللي ما بيحتاجش منك أي مجهود واللي بيساعدك على استغنال وقتك بأفضل الطرق فلو دي أول مرة بتشوفي قناة الأدوات المنزلية أتمنى أنك تنضمي دينا ودعا طريق الضفط على زر الاشتراك ولو حب أنه يمصنك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة لقدر أن تدفع علي جرس الإشعارات لإشعار الكون ودلوقتي حنبتدي الفيديو بتاعنا ونشرح مع بعض كل الأدوات والمنتجات اللي موجودة معنا في الفيديو ده ونشوف إزاي نقدر أن احنا نستصدمها ونستفيد منها وفي نهاية الفيديو كان العادة هكلمكم عن الطرق أن تقدروا منصل لهم أن أنتوا تجيبوا كل حاجة أنتوا محتاجانها هنا بقى حنشوف مع بعض عندنا أداة بتساعدنا أن نحن نستخدم كل الصبون اللي بيبقى متكسطر عندنا أو حتى الصبون السليم وننظف من خلالها مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندنا زي السجاد أو البناطيل أو مختلف أنواع الهدوم اللي بتبقى موجودة عندنا بعد كده حنشوف مع بعض عندنا ممسحة الأرضيات اللي تقدر أن أنت تغسوريها من المية ومن مختلف مواد تنظيف بكل سهولة وغير كده بتديكي نتائج هيلة في التنظيف تعالي بعد كده تشوفي معايا عندنا منظم لمختلف الأجهزة الكهربائية اللي بتبقى موجودة عندنا وهو عبارة عن ثلاث رفوف تقدر أن أنت تنظمي عليه الجهاز للإنترنت والداري من خلاله مختلف أسلاك الكهرباء اللي بتبقى ظهر عندك بعد كده معايا منظم يجو عبارة عن أربع رفوف طبعا هو دولات كبير جدا تقدر أن أنت تحطيه عندك في المطبف وتنظمي بيك كل الحلال وكل الأجهزة الكهربائية الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده حنشوف معايا عندنا مجموعة من الأشرطة اللي تقدرين أنت تثبتيها عندك على مصفى الشفات واللي هي بيبقى عندها قدرة عالية على امتصاص جميع الدوان والسوائل اللي بيمتصها الشفات وبكده حتكوني حافزتي على نظافة مطبخك وعلى نظافة الشفات عندك بعد كده حنشوف مع بعض عندنا منظم عبارة عن ثلاث رفوف تقدرين أن أنت تستغني عن أي رف منه وهو متصمم علشان تنظم عليه الحلال أو الأطباق الكبيرة أو الصواني أو مختلف الدكورات اللي بتبقى موجودة عندك وهنا معانا مكينة الفياطة طبعا حجمها صغير واستخدامها سهل جدا تقدرين أن أنت تخياطي بيها كل أنواع المدوم اللي بتبوز عندك بكل سهولة والنتائج بتاعتها الحقيقة وبهرة زيها زي مكينة الفياطة العادية هنا معانا منظم للمشروبات الغذية بيستوعد معاك تقريبا لغاية عشر علب تقدرين أنت تنظمي جوه التلاجة أو وره التلاجة وطريقة استخدامه سهلة جدا سي ما احنا شايفين مع بعض دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده حنشوف مع بعض عندنا عاملة تقدرين أنت تتبتي عليك مرش الاستحمام أو المرش بتاع الشطافة عملي جدا في الاستخدام نقدر نستفيد منه كذا طريقة مختلفة في شغلنا في البيت أو في مختلف التنظيفات اللي احنا بنعملها هنا بقى حنشوف مع بعضها عندنا فرشة للأرضيات تقدرين أنت تنظفي بها السجاد أو مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده بيجي متوفر معها أشاطة يعني تقدرين أنت تقشاطي كل المية والصابون بكل سهولة باستخدام الفرشة دي وهنا معنا أشاطة طبعا الأشاطة دي عريضة جدا وبتديك أفضل نتائج التنظيف اللي انت محتاجها من تقشيطة واحدة كده شوفوا معي كل المية وكل الأوستاف والصابون افتافوا من غير ما تضطر لأن انت تعيدي تاني على سطح الأرضي اللي انت كنت بتنظفيها وهنا معنا شكل مختلف من أشكال أدوات التنظيف وهو عبارة عن أداية تقدرين أن انت تسبك عليها أي فوطة موجودة عندك وبعد كده تقدرين من خلالها أن انت تنظفي مختلف الأسطح والأرضيات اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا أداية لتنضيف كرس الحمام بيجي متوفر معاها قطع صغيرة كده بيجي متثبت عليها الصابون بيساعدك لنت تنظفي وتلمعي كرس الحمام زي ما احنا شايفين بطريقة سهلة وبسيطة جدا تقدرين انت تستبدلي القطع دي بكل سهولة بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا مجموعة من المنظمات أو رفوف التنظيم بزيج متوفرة عندك بأحجان مختلفة تقدرين انت تستبدليها عندك على جامد التلاجة أو على الجدار وتنظم بيها أي حكا أنت عايزا بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا منظم تقدرين انت تستبدليها عندك على خرطوم المية وبعد كده تثبت علي اسفنجة غسيل المواعين أو مختلف لوازم وأدوات تنظيف المواعين بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا منظم للمناديد الورق تقدرين انت تستبدليه عندك على الجدار وتقدرين انت تتخدميك كالمنظم عادي كده تحطيه عندك على الترابيزة أو على المكتب بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا أداة لتنظيف كرس الحمام بتبقى عبارة عن مقبض وبيجي متوفر معاك كزا قطع اسفنجية بتحتوي على صبون أو على مادة تنظيف بتساعدك انت يتعقمي وتنظفي كرس الحمام عندك بكل سهولة بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا رف تنظيم طبعا الرف ده تقدرين انت تثبتيه عندك على الجدار في المطبخ وتنظم عليه التوابل أو السصات طبعا المنظم ده بيحتوي على ثلاث أدراج ممكن تنظم بيها التوم أو البصل أو الشطة أو أي حاجة تانية انت عايزها من الخضار اللي بيبقى موجود عندك بعد كده تعالي شفي معايا البسكت الزكيات اللي بتشتغل عن طريق الاستشعار تقدرين انت تنظميها عندك في الحمام أو في المطبخ أو في الصالة بشكلها جميل جدا وغير كده طريقة استخدامها سهلة وعملية هنا بقى حنشوف مع بعضها عندنا الجهاز أو الأداء اللي بتساعدنا على صنع الايس كريم طبعا تقدرين انت تستخدمي أي نوع فاكهة انت بتفضليه وباستخدام الجهاز ده تقدرين انت تعملي وتصنعي أي نوع ايس كريم انت بتفضليه هنا بقى حنشوف مع بعضها عندنا جمعات ومشابك في نفس الوقت طبعا تقدرين انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة تقدرين انت تتنشر عليها الهدوم أو الشربات أو الملابس الداخلية بكل سهولة وهنا معينا الممسحة اللي بتساعدك ان انت تنظفي كل زوايا البيت بكل سهولة طبعا الممسحة دي متسبت عليها قطع كده من القماش تقدرين ان انت تشيليها وتخسليها وترجعيها تاني علشان تنظفي بيها مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت طبعا الممسحة دي عملية جدا وغير كده عندها قدرة عالية على امتصاص الميا والسوائل الحقيقة احنا شايفين مع بعض مجموعة متمايزة جدا من الأدوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت بشكل عام لو الأدوات اللي تعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى انتوا تدعموني وتدعموا القناة دي للضغط على زر اللايك ولو عندكم اي استفسار عن اي حاجة تعرضت في الفيديو ده ادرجوا ان انتوا تكتبوا ليفصلة التعليقات وانا حرد عليكم في قرب وقت ممكن تعالوا معايا بقى دلواتي بعد ما احنا شفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معنا في الفيديو ده ووضحنا ازاي ان احنا نستخدمها ونستفيد منها والحقيقة انها كلها ادوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا وتقدر ان انت تستفيد منها في كذا طريقة مختلفة وبتساهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت اهمل الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي حتتعرض معنا في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه يا الحاجة اللي انت محتاجها لبيتك والمطبخك وبعد ما انا اتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجة ان انت تعرفيها في الفيديو ده جي الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل وساطة وطبعا هم عبارة عن ثلاث طرق تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت متوجد بي فبدايات كده لو انت عايزة طريقة معتمدة تقدر ان انت تجيب كل المنتجات والادوات دي عن طريق تطبيق علي اكس براس او تطبيق امازون او تطبيق بانجود او تطبيق اي بي طبعا التطبيقات دي مشكلتها انها تكليف الشحل بتبقى فيها غالية جدا اما بالنسبة الاسعار البضاعة فهي بتبقى متغوتة يعني فيه عندك ادوات او انت كانت بتبقى اسعارها معقولة وفيه ادوات تانية تبقى اسعارها غالية وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة هيبقى ليها استعرم اختنف وعايز اوضح لكم حاجة كمان ان تكليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا موجودين بي يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غنية انما مثلا الشحن الانديكا او لفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها من صفت شوية او في دول بيبقى الشحن ليها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي تقدر من انتوا تتندوها على حسب المكان اللي انتوا متوجدين به بعد كده تعالوا لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحديثكم مشكلة تكليف الشحن وهذا صحات الفيسبوك طبعا الصفحات دي برضو بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كديرة من المنتجات دي بيبيعوها عن طريق الانلاين وبتطاعي طبعا حاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحاوزة او على حسب المكان اللي انتوا موجودة به وطبعا الصفحات دي حتلاقيها لو انتوا موجودة في مصر او في الاردن معرفش بقى لو انت بسهلا في السعادية او في الكويت وانتوا تلاقي الصفحات دي او لا بس ما عايز اقولك ان طريقة البحث عن الصفحات سهلة جدا تقدروا ان انت تكتبه في خلط البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية في مصر او في الاردن او في السعادية او في الكويت طبعا على حسب البلد اللي انت موجودة بيها وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي قبل كده في فيديو حسب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدروا ان انتوا تشوفوه وتستفيدوا منه اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي بتبقى موجودة على ارض الواقع او المولاد اللي بتبيع المنتجات والادوات دي وطبعا بتحتاج لمنك جهة الغوية بثائي كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي فلو اي حبي بيعرف اي مكان او اي محل بيبيع كل المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا بخلط التعليقات علشان الكون دي يقدر يستفيد من الموضوع ده وبس كده وده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الجبيد تكون عجبكم وانه كل الادوات والمتجات اللي تعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم لا تنسوش تشجيع وتشجيع القناة بالضغط على زر اللايك ولو الادوات اللي تعرضت في الفيديو ده معجبتكمش تقدرون منتو تضغطوه على زر اللايك ولو عندكم اي استفسار عن اي اداء او اي منتج اتعرض في الفيديو ده تقدرون انتو كتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن نستنون ان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجديد بكرة سبكم فرعات الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة